خارج حدود البلاد تتردد أصداء القصف المحتدم في العاصمة السودانية وحيث يتصاعد الصراع إلى الذروة وتتضاءل حظوظ التهدئة تغدو الوساطة الدولية خياراً لابد منه هنا في ظل الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كما في باقي الأزمات تنبر الولايات المتحدة للوساطة وطرح الحلول أعلها تفضي إلى مخرج معبرة عن قلقها حيال عديد القتلى والجرحى بفعل الاشتباكات الدائرة وزير الخارجية الأمريكي لاسيما وقد نالت أعمال العنف من قافلة دبلوماسية أمريكية يشدد على التهدئة ويحمل أطراف النزاع المسئولية الكاملة عن ضمان أمن وسلامة المدنيين والدبلوماسيين قمت بإجراء مكالمات مع الجنرالين برهان وحميتي وحففتهما على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة للسماح للسودانيين بلم شملهم بأمان مع عائلاتهم والحصول على إمدادات الإغاثة التي هم بأمس الحاجة إليها الاتحاد الأوروبي يعمل كذلك على إقناع أطراف الصراع في السودان بتعليق إطلاق النار لأسباب إنسانية وتشجيع الحوار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يصف ما يحدث بالانتهاك الصارخ لاتفاقية فيينا لا سيما وقد تعرض سفيره لاعتداء في عقر داره في السودان لم يقف الأمر عند ذلك فحسب وزراء خارجية دول مجموعة السبع حضت أطراف الصراع على وقف غير مشروط لأعمال العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات الأمم المتحدة هي الأخرى طالبت بتقديم المسؤولين عن قصف المباني التابعة لها ومباني العمل الإنساني في عدة مواقع في دارفور إلى العدالة دعوات التهديئة هذه تتردد بينما أطراف الصراع تصم الآذان ماضية في سباقها نحو السلطة والمكاسب